أفدى مصدر حكومي بأن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستتم غدا بمقار رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة يعقبها اجتماع للحكومة الجديدة وأشار المصدر الحكومي إلى أن تغيير الوزري يشمل نحو عشرين حقيبة وزرية وعددا من المحافظين يشهد هذا التغيير الشامل ودمج لوزارات واستحداث لوزارات أخرى وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا وأكد المصدر الحكومي أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقادمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار وأضاف المصدر أنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية